بذكر بقى تحديات اقتصادية كتير خلوني شارككم بانه في مشروعات اقتصادية كبرى بتحصل بالشراكة ما بين مصر وكتير من الدول الدول الشقيقة والقريبة والله في مشروعات كمان الاعلان عنها بيجد صادة حقيقة عندنا لاننا سمعين عنها من فاترة طويلة نهاردة اعلن وليل عهد السعودي الامير محمد بن سلمان انه قيمة الاستثمارات في مصر لاستكمال مشروع نيوم وذين بقول لحضراتكم كده اللي فينا يسمع نيوم يبقى عارف نيوم ده مشروع احنا بنسمع عنه من سنين طويلة اصبح واقع اول مدينة بهذا الحجم طرحت بالفعل والاستثمارات هتبقى ما بين السعودية ومصر في منطقة شارم الشيخ تحديدا على البحر الاحمر الاستثمارات المفترض انه حجمها ضخم في الفترة القادمة ومن المرجح انها تطرح منطقة نيوم الاقتصادية للاكتتاب سنة عشرين اربعة وعشرين منطقة نيوم او مشروع نيوم هو من المشروعات المتميزة جدا في شكلها حتى في التراز المعماري لها اللي بيتطلع كده على شكل بناء المدن المدن في الغالب بتتبني دواير يعني دايرة صغيرة والدايرة الصغيرة دي تتملي وتتشبع بالسكان ثم تتوسع كده طبعا اللي عايش في القاهرة الكبرى عارف ازمتنا مع الدواير احنا عايشين في دواير كبيرة كده جواب بعد فطبعا كلنا كنا عايشين جوا القاهرة القديمة الصغيرة الجميلة المقفولة علينا اللي كانت حدودها صلاح سالم ثم اتسعت القاهرة بقت القاهرة الكبرى اللي حدودها الطريق الدائري بقى كبير جدا لما توسعنا وكبرنا والقاهرة كبرت وعدد سكانها زاد فبقى عندنا الطريق الدائري الاقليني فالمدن بتبقى دواير مدينة نيوم بقى ما يميزها معماريا والطراز الجديد في بناء المدن هنا خطوط طولية من المفترض ان المرحلة الاولى تم اطلاقها بالفعل خطوط طولية طويلة جدا وانه تتبني على شكل شوارع كده متوازية او مدن صديقة بشكل جديد وهو ده كمان من ضمن الحاجات الملفتة للنظر جدا في مشروع اليوم مشروع اليوم مشروع اقتصادي ضخم جدا من المتوقع انه مش بس استثمارات مباشرة لكنه فرص عمل غير محدودة في مصر وفي الصعودية